مرحب بضيفنا عبر الأقمر الصناعية من الطائفة الدكتور سامي العبيدي رئيس مجلس الغرف السعودية للحديث عن دور الغرف التجارية في التنمية الاقتصادية وأيضا ما هي آلية عملها وكيف أيضا يتم اتخاذ القرارات داخل هذه الكينات التجارية التي أدت في فترة من الفترات منذ تأسيس هذه المملكة دوارا اقتصادية كبيرة ولا زال المأمول منها مع رؤية المملكة 20-30 الكثير أهلا بك دكتور سامي على شاشة الإخبارية أهلا وسهلا أسعد الله مساءك ومساء المشاهدين الكرام حيكل من جديد أستاذ سامي يعني غرفة الرياض هذا الصرح يقارب الواحد الستين عاما الآن على تأسيسه في البداية نريد أن تطلعنا على يعني دور الغرف التجارية في يعني إدارة أو مناقشة القضايا الاقتصادية وكيف تخرج بالقرارات أيضا يعني ما هي آلية عملها أولا الغرف التجارية هي الممثل للقطاع الخاص بكافة قطاعاته وشرائحه في المملكة العربية السعودية وشريك رئيسي في التنمية طبعا في رؤية المملكة 2030 المأمول من مجلس الغرف والغرف التجارية كممثلة للقطاع الخاص الشيء الكثير لأنها ركيزة أساسية من ركائز تحقيق رؤية المملكة 2030 والمطلوب من القطاع الخاص زيادة المشاركة في الناتج الاقتصادي إلى 65% وقد قامت حكومة سيدي خادم الحرمين الشريفين وبدعم كبير من سمو سيدي ولي العهد بتسهيل وتذليل جميع العقبات التي تعترض طريق القطاع الخاص ووضع الهدف الرئيسي أن يكون قطاع خاص غير ريعي ولكن إنتاجي ومنافس ويحمل المعايير الدولية عنوانها الاستدامة مراحل التغيير تشربها القطاع الخاص وأصبح هناك نوعية في تقديم الخدمات في القطاع الخاص وأيضا العمل جاري على التهيئة وتأهيل التوطين أن يكون القطاع الخاص جاذبا له حتى يتمكن من المنافسة بأيدي أبناء حقيقة الشراكة الكبيرة التي دكتور سامي نريد أن تطلعنا على ألية عمل هذه الغرف بمعنى الصح ما هو دور هذه الغرف نسمع عن الكثير من اللجان داخل أروقة هذه الغرف ما هي ألية عملها كيف يتم مناقشة القرارات لمن يرفع أو ترفع هذه القرارات أولا في الغرف التجارية هناك لجان كطاعية ويشكل من هذه اللجان الكطاعية لجان وطنية في مجلس الغرف تقوم هذه اللجان والمختصين والمستشارين الذين لدى مجلس الغرف سواء بالتعاقد أو بالتوظيف لدينا نقوم بمشاركة الوزارات والجهات التنظيمية في دراسة القرارات والتعديل عليها بما يتناسب مع الكطاع الخاص وبما يتناسب مع اتساع واختلاف مناطق المملكة والمتغيرات التي تحكم كل منطقة على حدة أيضا يمثل الكطاع الخاص من خلال مجلس الغرف في الهيئات بعدد من الممثلين في مجالس إدارتها وفي اللجان الحكومية حتى تكون شريكة في اتخاذ القرار الذي يخص الكطاع الخاص والتنمية الاقتصادية في المملكة العربية السعودية ممتاز دكتور سامي أفهم من كلامك أن هذه اللجان اللي تعمل في الغرف التجارية يعني تذهب بعد مناقشة القرارات تذهب لمجلس الغرف هذا ما فهمت من حديثك ثم يتم رفعها للوزارة المختصة هل هذا صحيح؟ نعم إما من خلال ورش عمل أو اجتماعات أو أيضا رفع المرئيات إلى الجهة المختصة في الفترة الأخيرة وبفضل من الله سبحانه وتعالى كل التعاون نجده والتفهم من القطاعات المنظمة لعمل القطاع الخاص في الوزارات بأن نكون شركاء في تحقيق المستهدفات جميل جدا دكتور سامي أتحدث هنا عن مجلس الغرف السعودية وهذه الفترة المميزة التي يعني يحقق فيها المزيد من النجاحات يعني أتحدث عن هموم بعض التجارة وبعض القطاعات سواء التجارية أو حتى تلك الصناعية كيف تأخذون مرئيات يعني من يعملونها في الميدان أو صغار الشركات الشركات الصغيرة ومتوسطة أيضا أولا المجلس الغرف يتواصل مع 28 غرفة منتشرة في المملكة ونأخذ كل القطاعات التي تمثلها هذه الغرف من خلال لجانها القطاعية التي موجودة فيها أو بالتواصل المباشر من خلال الشركات والمؤسسات مباشرة مع مجلس الغرف ثم تدرس هذه التحديات وتعرض على صاحب القرار حتى يتم تعديله ولكن أحيانا يكون التنظيم والتطوير لأعمال القطاع الخاص وتعديل الأنظمة واللوائح المنظمة له قد تتعارض مع قطاع ولكن تخدم عدة قطاعات أخرى في القطاع الخاص جميل فالنظرة بشمولية التطوير واستدامة القطاع الخاص هذا التنافس المحموم بين رجال الأعمال للوصول إلى مجلس إدارة الغرف التجارية في جميع حال مملكة اليوم نتحدث نحن عن العرس الانتخابي المنتظر في الرياض لانتخابات غرفة الرياض يعني رجال الأعمال عندما يصلون لمجالس الإدارات ما هي الفائدة التي ستعود عليها أولا بالنسبة لانتخابات غرفة الرياض نتمنى لجميع المرشحين التوفيق إن شاء الله وأن يهيئ لغرفة الرياض الأكفى والأصلح لمن يدير دفة هذا الكيان الكبير والركيزة الكبيرة للقطاع الخاص وللغرفة التجارية ممثلا في غرفة الرياض لأنه يمثل رقم كبير في الناتج الاقتصادي من خلال منطقة الرياض ثم إن التقدم له رجال الأعمال ينافسون في التقدم له من أجل أن يقدمون أفكارهم ومن أجل أن يكونون شركاء في عملية تطوير أعمال الكطاع الخاص وتطوير مستوى الشراكة مع الكطاع الحكومي وأيضا لإظهار قدراتهم في إبداء الآراء وأيضا في الاقتراحات البناءة أضيف هذا العام شيء رائع جدا وجميل من قبل معالي وزير التجارة والاستثمار وهو التصويت الإلكتروني الذي سيتيح الفرصة لأغلب الناخبين بالمشاركة في اختيار المرشح الأكفى الذي يرونه والذي يمثلهم أيضا الشيء المبشر بالخير أن هؤلاء المرشحين فيهم نسبة كبيرة من الشباب الذين هم عماد رؤية المملكة وهم الأقرب في تفهم التطور المتسارع في الاقتصاد ونحن مقبولين على الاقتصاد الرقمي الذي المملكة العربية السعودية تريد أن تكون رائدة من خلاله طيب دكتور سامي هناك أيضا من المرشحين وهذا الحديث أيضا أو هذا الرأي مطروح لا نستطيع أن نتجاهل يقول أن التصويت الإلكتروني يعني ليس شفافا يعني أو خلينا نقول نحسن النواية أنه التصويت الإلكتروني لا يرى بالعين المجردة وبالتالي فقد يكون هناك خلل إلكتروني قد يكون هناك مشكلة ما أنا أعتقد أنه عندما قمنا بالتجربة بإشراف وزارة التجارة في عرعر وأيضا الأسبوع القادم سوف تكون في المدينة المنورة لم نتعرض إلى أي مشاكل منها من خلال البرنامج الذي وضع باحترافية عالية وبتقنية عالية جدا دكتور سامي العفو دكتور سامي أنا لا أشكك في النظام وعدالة النظام وشفافية النظام لكن أنا أقول أنها في النهاية تقنية معرضة لكثير من المشاكل يعني مشكلة تقنية يعني دروب يحدث في أي لحظة من اللحظات لماذا لا يكون بالتزامن مع تصويت اليدوي تصويت الإلكتروني التصويت اليدوي نظرا لعدم وجود إقبال كبير يتناسب مع عدد الذين يحق لهم الانتخاب يعني لو أخذنا 2016 في انتخابات غرفة الرياض وهي التي يوجد بها أكثر من 180 ألف منتسب نسب التصويت إلى هؤلاء الناخبين تعتبر متدنية جدا فتسهيلا إلى أن يتم إشراكهم في الاختيار تم هذا القرار من قبل مقام وزارة التجارة أن يكون هناك تصويت إلكتروني ولكن نحن نطلب من جميع الناخبين أن تكون اختياراتهم مواقعية بناء على كفاءة وبرنامج الانتخابي الذي قدمه المرشح ودوره في مستقبل إدارة الكطاع الخاص في الرياض أو في أي غرفة أخرى سننتظر الدكتور سامي هذه الانتخابات الهامة لوحدة من أهم غرف المملكة وبالفعل التصويت الإلكتروني سيزيد من شريحة الناخبين في هذه الانتخابات سامي العبيدي رئيس مجلس إدارة مجلس الغرف السعودي كان معي من الطايف شكرا جزيلا لك